تعز ساحة حرب مكشوفة يخوض الجيش والمقاومة الوطنية في هذه المحافظة معارك لا تنقطع في أكثر من جبهة وكلها تنصب على حماية الإنجازات الميدانية ومنع تكرار المرحلة السوداء الماضية من حصار تعز الخانق الحرب على الجيش الوطني والمقاومة تتعدد سيوفها ومدافعها بل وطائراتها إلى حد دفع ببعض المراقبين إلى اعتبار الميليشيا الانقلابية في تعز أقل الأطراف المعادية شأنا أحدث هذه التطورات شهدتها المنطقة الجنوبية من محافظة تعز في جبهة الشقب والصلو وحيفان والمقاطرة وذلك إثر وصول تعزيزات كبيرة تضم سيارات محملة بمقاتلي الميليشيا وذخائر ما أدى إلى اندلاع مواجهات في الشقب ولحكوم مهجة العبد والصلو ارتبطت هذه التطورات بأنباء عن قطع الطريق الواصل بين تعز وعدا في منطقة سوق الربوع وهي الأنباء التي نفاها قادة عسكريون كبار في الجيش الوطني حصار تعز هو الهدف الرئيس الذي تسعى الميليشيا لتحقيقه في ظل غياب شبه كامل للتغطية الجوية للتحالف الذي يفرض باسم الحكومة الشرعية سيطرة جوية وبحرية كاملة على البلاد ويتحكم بالامدادات العسكرية وبكل وسائل الإسناد اللوجستية التي لا يتبدى منها إلا القليل في محافظة تعز غياب طيران التحالف أثار العديد من التساؤلات بشأن الهدف من وراء بقاء مسرح العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز بدون إسناد جوي على نحو نوعزز من الاعتقاد بأن وراء هذا الغياب ما وراءه من ترتيبات تمضي نحو مزيد من إقصاء الشرعية وأدواتها في تعز كما في المحافظات الجنوبية وفقاً للمراقبين